يعتبر مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة هو الأطخم من نوعه حيث يستهدف تطوير مدينة مساحتها 170 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفا و 600 فدان سيتضمن هذا المشروع أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة ها هي يد التطوير تأطال كل شبر في أرض الوطن فمنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية حكم مصر وضعت الدولة نصب عينها تنمية كافة مناطق الجمهورية والاستفادة من الإمكانات والقدرات التي يتسم وتمتع بها كل إقليم ومنطقة لخلق تنمية تحقق التكامل بين مناطق الدولة المختلفة من هذا المنطلق وذلك التوجه يأتي مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة ليكون أفضل شاهد على هذا الأمر فتلك المنطقة الساحرة التي تزين شواطئ البحر المتوسط كان لابد من استغلالها أفضل استغلال في عملية التطوير في طريق الدولة نحو الجمهورية الجديدة مدينة رأس الحكمة تقع على رأس الساحل الشمالي وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو مائة وسبعين بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو مائتين وعشرين بمدينة مطروح والتي تبعد عنها خمسة وثمانين كيلو مترا وستكون مقصداً سياحياً عالمياً يتماشى مع الرؤية القومية والإقليمية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي المشروع الذي يعتبر أكبر صفقة عقارية في تاريخ مصر ويضخ مليارات الدولارات المباشرة في الخزانة يتم بشراكة إماراتية وهو يبسد التعاون الكبير بين البلدين ويعتبر المشروع هو الأطخم من نوعه لأنه يستهدف تطوير مدينة مساحتها مائة وسبعون مليون متر مربع أي أكثر من أربعين ألفاً وستمائة فدان وسيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعة سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة كما ستحتوي المدينة على كل الخدمات العمرانية سواء مدارس وجامعات ومستشفيات ومباني إدارية وخدمية بالإضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة سيكون فيها صناعات تكنولوجية وخفيفة وخدمات لوجستية وحي مركزي للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية الموجودة في كل مكان بجانب مارينة دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية وغيرها من المميزات المختلفة مدينة عملاقة ستكون عالمية بكل المقاييس وعلى أعلى مستوى ومن المستهدف أن تستقطب نحو ثمانية ملايين سائح إضافي يأتون إلى مصر مع اكتمال بنائها كما يتضمن مخطط المدينة استغلال ظاهر الاستصلاح الزراعي في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين إضافة إلى أنشطة سياحة السفاري ومن المقرر أن تستوعب المدينة ثلاثمائة ألف نسمة من السكان إضافة إلى جذب ثلاثة ملايين سائح سنويا من خلال التركيز على سياحة اليخوت سياحة الشاطئية والبيئية والصحراوية هي إذن جهود لا تتوقف للتطوير ومحاولات مستمرة لجذب الاتثمارات لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق الاستغلال الأمثل لكل موارد الدولة ومن ثم تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية اشتركوا في القناة